لمناقشة الموضوع ينضم إلينا في الستوديو مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان أستاذ عمر الفرحان أستاذ عمر مجلس القضاء أصدر بيانا صنف فيه المخفيين قصريا ما بين هاربين وإرهابيين أو متوفين يعني كيف تنظر إلى هذا التصنيف من المجلس رغم كل هذه التقارير الدولية والحقوقية من شأن ما يحصل من تغييب قصري وانتهاق لحقوق الإنسان في العراق نعم جاءت هذه التقارير والأسيام التقارير الأخير من قبل مجلس القضاء الأعلى ليؤكد أن هذا القضاء هو قضاء مسيس ولا ينتمي إلى المهنية ولا يوجد فيه أي معايير دولية يمكن الجو إليه في أي حال من الأحوال سواء كان في ملف المغيبين قصريا أو غيرها من الملفات الشائكة التي حصلت في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم وهذا ما تؤكده التقارير الدولية الصادرة من قبل نظمة حيوم الرايتسواش والعافو الدولية التي أكدت دائما أن القضاء العراقي هو قضاء مسيس ولا يوجد فيه أدنى مقاومات القضاء الحقيقي وبالتالي تنعكس هذه التقارير على واقع الفعلي الذي تبارسه هيئة القضاء الأعلى في العراق ومنها المجلس القضاء الأعلى الذي باته أداة طيعة بيد السياسين والأحزاب السياسية التي تغيب الحقائق وهذه جملة من حلقة أو جملة من كافة الوسائل التي تتبعها حكومة المنطقة الخضراء حتى تقول أن هذه الدولة هي دولة غير واقعية ودولة غير ديمقراطية ودولة تنتهي كالقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بصمت دولي وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ولا سيما المنطقة العربية التي باتت هي أيضا تبرر هذه الوسائل الإجرامية من قبل سكوتها وإصرارها على دوامة العنف في العراق وستدامة الحكومة في العراق عدم اعتماد مجلس القضاء على هذه التقارير للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى أي مدى يدل أنه بعيد عن الواقع ومعزول عن الواقع العراقي الإنساني تحديدا؟ نعم وجد هذا الملف في يد القضاء العراقي حتى تكون هناك ضبابية تكون هناك عدم مسؤولية من قبل السياسيين وإعطاء هذا الملف جملة وتفصيلا إلى أناس في بعض الأحوال غير مهنيين وهم في غالب الأحوال يعينون من قبل الأحزاب بدرجات انتمائهم إلى هذا الحزب وبالتالي أصبحت منظومة القضاء هي منظومة حزبية منظومة سياسية منظومة غير مبالية للأحداث في العراق ومغيب جملة وتفصيلا عن ما يحدث في العراق من الانتهاكات وإلا إذا كان هناك معروف في السياسة هو فصل السلطات حتى تمارس القضاء الأعلى أو يمارس القضاء مهنته بحيادية وموضوعية فلا يجب أن تكون هناك ضغوطات سياسية وبالتالي هذه المنظومة مورسة عليها الضغط ومورسة عليها المحاصصة الطائفية ومورسة عليها شتى أنواع الضغط حتى تكون تابعة للسياسيين ومنذ عام 2003 وإلى اليوم جميع المؤشرات تدل على أن القضاء العراقي غير نزيه وهو يعني يغيب الحقاق جملة تفصيلا فضلا على أن المجلس القضاء والمحكمة الاتحادية توجد هناك فيها عفوا سجون تابعة لها يعني هذا المحكمة عليا تتبع لها بعض الفصائل أو بعض الأماكن الاحتجاز السري وموجود في الوقت شفته منظمة هيومة رئيس وش في وقتها وكثير من الدلال تشير على أن تورط القضاء العراقي في ملف المغيبين هو من يتعمدون على إعطاء أو الإشارة ضمنا إلى أنه مقتل المدنيين أو المختطفين قسريا وبالتالي نظر جثرتهم في الشوارع بعد حين أو آخر كيف تنظر المنظمات الحقوقية والدولية إلى هذه التقارير الحكومية في العراق بشأن قضية أو جريمة التغييب القسري رغم وجود أيضا لجنة تابعة للأمم المتحدة في العراق تتابع هذا الملف نعم المنظمات الدولية أيضا أصبحت عائق أمام العدالة الدولية أو العدالة في العراق بحيث أن أغلب المنظمات الدولية تعتمد ضمنا التقارير الواردة من القضاء الأعلى ومن الحكومة في بغداد وبالتالي أن اعتمادهم لهذه التقارير هو يشكل حلقة ويشكل ساترا أمام المجتمع الدولي ليرى ما هي الحقائق الواضحة للعيام في العراق ومثال أخير حدث مؤخرا اللجنة الأممية التي بعثتها الأمم المتحدة إلى العراق في منتصف شهر 9 إلى الآن أين هذه اللجنة الأممية التي جاءت خصيصا لتحقق في جرائم التغييب القسري في العراق لا يوجد هناك مكان لهذه اللجنة يتساءلون أغلب الذين تصلوا بالمركز العراقي نريد أن نوصل صوتنا إلى الأمم المتحدة عبر هذه اللجنة فهل تعلمون أين هذه هي اللجنة؟ إلى الآن لا المنظمات الدولية تعرف مقر اللجنة ولا أهل الضحايا يعرفون مقر اللجنة ما هي الآليات؟ ما هي السبل التي تقوم بها هذه اللجنة الأممية في التحقيق؟ وبالتالي لتقطع الطريق على هذه اللجنة الدولية قامت مجلس القضاء الأعلى هو من تلقاء نفسه بتحريك أو تحريك بعض الملفات مغيبين للتحقيق فيها بصورة شكلية طبعا بصورة شكلية ليس إلا حتى أنه يمنعون من التدخل الأممي في ملف المغيبين القسريين وهذا الملف هو ملف خطير جدا بحيث أنه لو كانت هناك منظومة دولية حقيقية وقضائية لتتبنى هذا الملف للعراق أصبح من الدول الخاسرة وهو من الدول الخاسرة في هذا الملف لا شك ولكن نحن نطمح ونريد أن تكون هذه الملفات بيد أمنا وبيد قضاة عادلين حتى تنصفها للضحايا ونعرف مصير المغيبين الذين اختطافتهم الجهات الحكومية والميليشيات ولم نعرف مصيرهم من عام 2003 إلى اليوم ولا سيما أن هذه الميليشيات باتت تفتك بالعراق حتى القضاة والأجهزة الحكومية لم تسلم من بطش الميليشيات إذا وفروا هذه المعلومات الصحيحة لدى المجتمع الدولي هل خلال هذه المرحلة فقط ظهرت الميليشيات لكي يفقد العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان الكثير من النظامات الدولية أصدرت تقارير بشأن الانتهاكات والجرائم حتى أن وسائل الإعلام والصحف والمجلات الدولية والعالمية تحدثت بالصور والصوت والصورة عن هذه الجرائم ولا يخفى أيضا موضوع وجود فيديوهات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت وجوده وبالدليل القاطع هذه الجرائم لماذا الآن العالم أو مجلس حقوق الإنسان أعلن فقد العراق مقعده أو عضويته في حقوق الإنسان؟ لا شك الكثير من الملفات أو جميع ملفات حقوق الإنسان انتهكت بشكل صارخ وبشكل واضح للعيان في العراق وعلى يد الميليشيات وعلى يد الحكومة وعلى يد المجتمع الدولي وبالتالي فإن التقارير التي اطلعت عليها التي رفعتها الحكومة إلى الممتحدة تفتقد إلى الكثير من المصداقية وهي تشوش الوقاع المجتمع الدولي بأنه لا يوجد هناك تغييب قسل لا يوجد هناك قتل خارج القانون وأن الميليشيات ليست هي المسيطرة وأن هذه الأفعال ترتكب من قبل فرد أو فردين أو ثلاثة في منطقة ما والحكومة تعاقب على هذه طبعا الأمم المتحدة تنظر إلى هذه التقارير بشفافية لا نبخص نظرة الأمم المتحدة والمجالس حقوق الإنسان لأن فيهم من يتوسم فيه الخير بأن يقوم بعمله بشكل صاد دون الضغوطات الأمريكية عليه وبالتالي فإن هناك الأمم المتحدة تنظر إلى أن التقارير التي رفعت إليها غير دقيقة وتأخذ التقارير من جانب آخر وعندما تقارنها تجد أن الفرق كبير وعندما يذاعى وينشر على شاشات التلفاز بأن القوات الحكومية قتلت وجاء في التقارير أن القوات الحكومية لم تقتلوا أن بعض الأفراد قتل بعضهم بعضا وهذا ما ذكره التقارير الأخير أنهم مجموعة إرهابيين وأنهم مجموعة قتلة وأنهم خارج القانون وعمليات إجرامية تتسبب هذه العدم المصداقية بأن هذه مؤشرات خطيرة لأن العراق لا يمكن أن يكون له مقعد في مجلس الحقوق الإنسان وبالتالي فقد مقعده بكل الطرق وحاول أن يستعيد هذا المقعد ولكن للأسف أنه ما تزال الحكومة غير آبها لهذه التقارير وتضرب التقارير الدولية عرضها للحياة وبالتالي هذه نتائج ما جنته أيديه شكرا جزيلا لكم مدير مركز توثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان كنت حاضرا معنا في ستوديو الرفضي شكرا جزيلا لكم على قطاعش شكرا جزيلا لكم aretteไهår شكرا